أثناء غزو التطار دخلوا الجنود إحدى القرى واقتصبوا كل نسائها إلا فتاة واحدة قاومت الجندي وقتلته وقطعت رأسه من بعد ما أنهوا الجنود مهمتهم ورجعوا لتكناتهم ومعسكراتهم خرجت كل النساء من بيوتهم وطبعا البكاء من الفتاة التي لم يقتصبوها خرجت من بيتها وجاءت حاملة رأس الجندي كل نظراتها عزة نفس واحتقار للأخرى وقالت هل كنتم تظنون أن أتركه يقتصبوني دون أن أقتله أو يقتلني؟ من هنا نساء القرية بدأت كل واحدة تنظر إلى الأخرى والغريب أنهم قرروا قتله السبب طبعا هي لا تتعالى عليهم بشرفها وكذلك لكي لا يسأل أزواجهن ما لم تقاوموا مثلها فهجمنا عليها على حين غفلة وقتلناها نعم قتلوا الشرف ليحياء العرب هذا حال الفاسدين اجتمعين اليوم يعزلون ويحاربون كل شريف كي لا يكون شاهدا على فسادهم